الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إليه ومدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان حيكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة ضيفنا في هذا اللقاء بنشيئة الله تعالى في هذا نفسي الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي أهلا وسهلا بك فضي شيخ أحيكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبيخواني المستمعين وأخواتي المستمعات وأسأل الله تعالى لليعيع العلم النافع والأمل الصالح توفيق الدائم إنه خير مسؤول استمعينا في كل مكان لا زال حديث شيخ جزار الله خيرا متصرا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر أتواتر شرجر ديو أحسن تسونا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فالحديث الذي سأقف معه اليوم هو عن شيء من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أنه جاء في السنن أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح هذا الحديث تشير فيه أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا ولقد كان يتخلق بأخلاق القرآن عليه الصلاة والسلام فمن جملة الأخلاق التي كان يتحلى بها النبي عليه الصلاة والسلام هو تركه لكثير من تركه لجميع الصفات السيئة التي عليها الناس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما من خلق طيب إلا كان أحق به وأهله وأن حضرت عليه الأخلاق والآداب أن حضار السيل صلوات ربي وسلامه عليه فهو القدوة في هذا وما من خلق سيئ عند الناس إلا وهو من أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك أخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه تصدر منه بسهولة من غير تكلف منه عليه الصلاة والسلام لأنه طبع على ذلك وجبل عليه ولذلك لم يكن فاحشا كما تقول عائشة رضي الله عنها والفحش هو القبح وكل سوء جاوز حده فهو فاحش ولذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام الصاقط القبيح هذا لم يكن من أخلاقه ولا من طبعه ولا من آدابه صلى الله عليه وسلم ولم يكن متفحشا أيضا من الفحش لا من حيث يعني لسانه ولا من حيث أفعاله صلى الله عليه وسلم ولم يكن صخابا في الأسواق أي لم يكن يرفع صوته في الأسواق ومثل ما يحصل عند أهل الأسواق من الهوشات رفع الكلام ورفع الصوت وشيء من هذا القبيل وأيضا من أخلاقي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجازي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح فإذا أساء إليه أحد لا يقابله بنفس الإساءة وإنما يعفو ويترفع ويصفح صلى الله عليه وسلم وقد أمره الله بذلك حيث قال فاعفو عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين ولذلك هذا الحديث واحد من عشرات الأحاديث التي تصف لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى بأسماءه الحسنى والصفات العلا وحدانيتي أن يوفقنا وإياكم لاتباعي هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرشدنا إلى ما فيه الصلاح والفلاح فالدنيا والآخرة إنه خير مسؤول والله تعالى أعلم وأعلى وأجل صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد سأكل الله خير رفض الشيخ وأحسن الله إليكم ذكروا مستمعين للأكارم برقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 رسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر توتر شارجر ديون معنا بجراح تفضل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير معيكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بجراح إن شاء الله طيب الله يبركيك أحفظك شيخنا كيف حالك حياك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك في الله ودعينا ولوالدينا ووالديك أحبك الله الله يحفظنا وإياه ودعينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم سؤال الأول يا طوي العمر كيف الإنسان يخاف يعني يكون مخافة الله يحطى أمام عينه لا ولأهلها ولعسرتها ويعلم عياله إنما خافة الله شيء كبير في الدم سؤال الثاني في ناس يعني يسووا أشياء وتوفوا الله يرحمهم أو عليهم مديونية كثر شيء أغلباً مديونية بس ما يعرفون عيالهم إنها عند مديونية ولا أحد يعني هم أخذي من محد هل عليهم أفر المتوفي عند الله سبحانه وتعالى يتحاشر أو ما أعطى مديونية حق الناس كان يطالبونا إن شاء الله إذاك الله خير بجراح إياك الله الله يبركي بجراح عليكم عليكم والسلام محمد الله نجي فالشيخ سؤال بجراح بالنسبة للمسلم كيف يخاف من ربه الحمد لله من صفات المؤمنين أنهم يخافون الله عز وجل ويخافون سخطه وإقابه وعذابه وناره سبحانه وتعالى ولذلك ربنا جل وعلا بين بأن من خاف مقام ربه يعوضه الله عز وجل بجنتين قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وخوف المؤمن من ربه لا ينبغي أن يستولي عليه استيلاء كاملا وإنما المؤمن في هذه الدنيا يعيش ما بين رجاء وخوف رجاء في رضا الله ورحمته ودخول جنته وخوف من ناره وعذابه وعقابه ولا يغلب أحدهما على الآخر وإذا كان في سياق الموت يغلب الرجاء قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة والخوف حقيقة يكون من أمور منها الخوف من سوء الخاتمة كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ولذلك الإنسان في هذه الدنيا هو في دار عمل وما يدري ما يختم له فلابد من أن يكثر من الدعاء والابتهاد إلى الله عز وجل أن يختم له بخير ويظن الخوف من نار الله عز وجل وهذه نتيجة لخوفه من سوء الخاتمة فإذا خاف من سوء الخاتمة لا شك بأنه يخاف من النار والمقصود بأن الإنسان في هذه الدنيا يعيش ما بين رجاء وخوف ويغلب جانب الرجاء في سياق الموت لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم زك الله خير فض الشيخ وأحسن الله إليكم معنى راشد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله راشد فضل الله حياك زك الله خير على البرنامج ونفع الله بكم آمين آمين زك الله خير عندي أربع سئلة زك الله خير في الوضوء نعم السؤال الأول حكم من شك بعد الوضوء والسؤال الثاني أثناء الوضوء تمض ونسي تركيب أثنانه الاصطناعية ما حكم وضوءه والسؤال الثالث هل تفل تنك الوضوء في أوقات النهي والسؤال الرابع هل يمكن أن يكون المتيمن إماما بالمتوضئين وجزاك الله خير زك الله خير راشد تسمى رضي شيخ إياك الله نعم بو منصور تفضل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بو منصور زك الله خير شيخ أحبك الله أحبك الله يزاك الله يحييك أحب السؤال اللي خلاني أسأل هذا لأنني أنا الحين رايح متوجه للعياد ومتوضي وأحيانا الممرضة تعرف عشان سحب الدم طبعا تمسك يدك وعشان تسحب الدم لكنها تكون لابس القفاز لكن القفاز خفيف يعني تحس بأن أيدها هل هذا يعتبر مفضل للوضو لأنها هي مرأة أجنبية طبعا الممرضة نعم أو أن يعني داما لابس قفاز وأنا متوضي وضو إذا يفضل ويزاك بالنسبة لله يقول بعض الأحيان البعض من الناس قد يموت وعليه ديون عند الآخرين ويعني لم يكتب هذا الأمر في وصيته فيقول ابناه لا يعلمون بذلك هل يحاسب في قبره الحمد لله بالنسبة للإنسان إذا كان عنده شيء من الحقوق التي للآخرين كالديون أو مثلا الوداعع أو مثلا الأشياء التي هي حق للآخرين يجب عليها أن لا يبات ليلة إلا وصية مكتوبة عند رأسه ولذلك الإنسان يأثم إذا لقي الله عز وجل وقد فرط في هذا لأن هذه حقوق للآخرين وستضيع وتذهب خاصة أنه ما كتب هذا وما قيده ولذلك يجب على كل من لدي حقوق وواجبات للآخرين مثل ما ذكرت الديون والقروض وأيضا الوداع وشيء من هذا القبيل أنه يسجل هذا ويكتبه ويوصي ورثته أنه مات أن يسدد هذه الحقوق عموما بالنسبة للورثة يجب عليهم إذا تقدم شخص وقال لهم بأن يطلب والدهم شيء أن يطلب منه الإثبات أن يطلب منه الإثبات والإثبات إما أن يكون شهود وإما أن يكون شيكات مثلا يعني مسجلة عليه وإما أن يكون شيء من هذه الأشياء التي تثبت الحق لأصحابه ساكل أخير فض الشيخ الراشد يسأل يقول حكم من شك بعد الوضوء الحمد لله الشك بعد الوضوء مطروح لذلك من توضى ثم شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإن الأصل أنه متوضى الأصل أنه متوضى والقاعدة الشرعية الليقين لا يزول بالشك أيضا نفس الشيخ يقول في أثناء الوضوء تمضمض ويقول نسي تركيب أسنانه الصناعية الحمد لله عموما المضمضة فالوضوء والغسل واجب في الصيح من أقوال أهل العلم وإذا تمضمض وكان قد أبقى الأسنان الأصطناعية التركيب هذه فلا يضر الوضوء ولله الحمد لأمرين الأمر الأول أن المضمضة ليست فقط للأسنان وإنما للفم ومعلوم بأن الأسنان جزء من الفم والمضمضة ستأخذ قدر كبير من الفم الأمر الثاني أن الأسنان هذه المركبة أخذت أخذت موضع الأسنان الأصلية قاعد الفقهية أن البدل يقوم مقام المبدل ولذلك لا شيء سأكل الخير رفض الشيخ أيضا نقول هل تصلى سنة الوضوء في أوقات النهي الحمد لله الراجح من قوله أهل العلم نعم أن سنة الوضوء تصلى ولو في أوقات النهي لا بأس أن يصليها الإنسان ولو في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم فمن توضأ بعد صلاة العصر ثم أحب أن يصلي ركعتين فله ذلك سأكل الخير رفض الشيخ أيضا يقول بالنسبة للتيمم يقول هل يجوز أن يكون المتيمم إماما بالمتوضئين الحمد لله حقيقة هذه مسألة من المساء الخلافية والخلافية طويل عند أهل العلم والراجح من قوله أهل العلم يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضأ والمتوضأ بالمتيمم لأن التيممم بدل عن الوضوء يلجأ إليه من فقد الماء أو عاجز عن استعمالها يجوز ذلك الحمد لله ذلك الأخير فانسيخ أبو منصور يقول أنه توضأ وذهب إلى العيادة إلى سحب الدم يقول في بعض الأحيان الممرضة عندما تريد أن تسحب الدم قد تمس يعني يد تمس يدها يد المريض لكنها تلبس القفاز فيقول هل هذا مبطل للوضوء الحمد لله هذا ليس مبطل للوضوء باتفاق العلمة ما دام أنها قد وضعت حائلا بينها وبينك والحائل هو القفاز الحائل هو القفاز وأفترض لو أنها ما وضعت القفاز ولمست يدك وأنت متوضى فالراجح من قول أهل العلم بل من أقوال أهل العلم أن الوضوء لا ينتقد ولله الحمد والمنة لا ينتقد بمس المرأة لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بهذا ولم يثبت عنه من فعله أنه كان إذا لمس أحد إحدى نسائه ومتوضى أنه يعيد بل كان يقبل ويخرج إلى المسجد ولا يعيد الوضوء صلى الله عليه وآله وصلاة والسلام زاكا الخير تصيخ وأحسن الله إليكم مستمعين